اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون لحلقة جديدة من حلقات برامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة نتناول في هذه الحلقة قضية الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى الحبشة كانت عند مضايقة المسلمين من أهل الكفر فلما اشتد الإيذاء واشتد الابتلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا إلى الحبشة وقد خرجوا في وقت في جزء من الليل سري ووصلوا إلى شاطئ البحر ثم هاجروا إلى الحبشة وتبعهم أهل الشرك ولما تبعهم أهل الشرك ناظروهم وقابلوهم لدى ملك الحبشة وحصلت المناظرة الشهيرة وحصل فيها عدة أمور يمكن أن نستفيد منها وأن نستلهمها وأن نستثمر منها بعض الفقه فالأمر الأول هو المعرفة الدقيقة بالكفر وبما فيه من مساوة والتلخيص الدقيق لذلك كذلك التلخيص الدقيق للإسلام والمعرفة والمعرفة الدقيقة للإسلام وهذا يعكس يعكس حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك لأصحابه فإنه من العمق البيان ومن شدة وضوحه ومن تأكيداته كانت الدعوة عندهم يعبر عنها أحدهم في سطره فيلخص ما هو الإسلام ويلخص ما هي الدعوة ويلخص ما هو الشرك فلما سألهم سما سألهم ملك الحبشة وهو النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد لخص لهم جعفر رضي الله تعالى عنه ما هي القضايا التي يمتز بها الإسلام وما هي محاسنه وما هي بعد أن قدم مساوى الشرك والكفر فقال ذاكرا فبيّن أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله هذا من الجانب الإيماني والعقائد ثم بيّن من الجانب الأخلاقي والجانب القيمي بيّن من الجانب الأخلاقي أنهم كانوا يأتون الفواحش والفواحش ما تستفحشها العقول ولذلكم هذا كانت له ردة فعل عند النجاش كيف يختار الإنسان الألفاظ المناسبة وكيف يلخص القضية وكيف يوصل الفكرة والرسالة ثم جاء إلى الوضع الاجتماعي فقال وكنا نسيء الجوار وهذا أمر تستنكره العقول وكذلك عقول أهل الشرك وعقول أهل الكتاب وعقول أهل وثني العقول جميعا تستنكر إساءة الجوار وكذلك كانوا يقطعون الأرحام فهذا من الجانب القيمي المجتمعي فبيّن له فساد العقيدة وبيّن له ما كانوا يرتكبون من الفواحش وبيّن له الجانب الاجتماعي والبعد الاجتماعي فالنجاش يستمع ثم بيّن له محاسن الإسلام وأنه دعاهم إلى الصلاة وإلى توحيد الله وإلى إحسان الجوار وإلى صلة الأرحام وهذه محاسن تلخيصية تحبّب الدين إلى الناس إذن كيف نبيّن ديننا ونشرحه في أمور بسيطة ويسيرة تجمع بين أربعة أمور بين الجانب العقائدي يجب أن تبيّن الجانب العقائدي حينما تريد التعريف بالله عز وجل وقد بيّنها الله في أقصر صورة حتى يعطينا الدرس والفقه فقال عز وجل قل هو الله أحد فهذا ينفي عنه الشريك وينهي قضية الشرك قل هو الله أحد الله الصمد وهذا يثبت العبودية ويثبت أن العالم كله محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتصمد الخلائق إليه وأما بالنسبة لعقيدة التثليث وعقيدة النصارى فيهدمها في قوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وكذلك يبين سبحانه وتعالى أنه لا كفأ له ولا ند فيقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فهذه الصورة في سطر واحد جامعة مانعة للعقيد للتعريف بالله عز وجل وهكذا التعريف بأخلاق الإسلام والتعريف بمعاملاته والتعريف بأحكامه في جوانبه الأربعة الأمر الثاني الذي يؤخذ من هذه القصة هو عالمية هذا الدين وأنه ليس لجغرافيا فالأرض كلها لله عز وجل فللإنسان أن يقيم في أي بلد وأن يقيم في أي دولة وأن يقيم شريعة الله وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما تكلفه به على أي أرض الأمر الثالث هو العلاقات واندماج مع العالم لسنا منعزلين عن العالم ولسنا خلقنا لنكون لوحدنا ولكن هذا الدين دين عالمي ولذلك علينا أن ننتشر في الأرض وعلينا أن نبين هذا الدين وأن نبين تيسيره وأن نبين أخلاقه قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فهذه الآية قانون عام وميزان عام ليضبط العلاقات مع العالم والعلاقات مع العالم قائمة على ستة أصول بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه من هذه الأصول الأصول التعاونية وتعاون على البر والتقوى ومنها الأصول أصول البر التي ذكرناها في هذه الآية ومنها أصول التماثل والرد بالند كما قال سبحانه وتعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ومنها أصل الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومنها أصل التعارف كما ذكره سبحانه وتعالى في قوله لتعارفوا فهذا دين عالمي دين واقعي للعالم بأسره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونستمع الآن إلى إضافات مشايخنا بارك الله فيك فضيلة الشيخ مراد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنطلق من ما ذكره الشيخ فضل بخصوص الهجرة إلى الحبشة وأيضا بناء على الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وهذان حدثان كبيران من أحداث السيرة النبوية أنطلق منهما لأتحدث عن هجرة المسلمين عبر العصور وفي هذا العصر على وجه التحديد وقد اشتهرت الهجرة في عالمنا المعاصر في وقتنا الحاضر اشتهرت الهجرة إلى أوروبا وإلى الغرب والشرق فكل هؤلاء الذين هاجروا من بلدانهم إلى بلاد أخرى لهم حظ من هجرته صلى الله عليه وسلم وحظ من هجرة الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني فإذا استغفرتهم فانفروا أن يحصل لهم حظ في هذه الهجرة لابد من أمرين الأمر الأول النية والأمر الثاني الجهاد بمعناها الواسع والمحرر في القرآن الكريم أن يبذلوا جهدهم أو جهدهم في أي عمل نافع علما أو صناعة أو علاجا أو تربية أو ما شابه ذلك فأقول للمسلمين الذين يهاجرون ويقيمون في أوطان أخرى يعمرونها ويلتزمون ب مقوانينها وينتفعون بها وفيها أقول لهم بأن هجرتكم هذه طالما أنها بنيت على النية وعلى العمل الصالح وطالما أنها بنيت كذلك على محافظتكم على عقيدتكم الإسلامية وعلى أحكامكم الإسلامية وعلى حسن تنشيئاتكم لأبنائكم وحسن تعهدكم بمصالحكم فإذا قيمت هذه الهجرة وعلى هذا الاعتبار فلهم من النبوة في الهجرة ولهم من الصحبة في الهجرة حظ يتفاوت فيه المهاجرون على حسب نياتهم وعلى حسب عمالهم فثم أن الهجرة هذه إلى بلاد الحبشة تشير إلى إشارة مهمة أنه يجوز للمسلمين أن يقيم في أرض غير إسلامية طالما أن هذه الأرض فيها حفظ الدين وفيها العدل وليس فيها الظلم والنجاشي كما أصف بأنه لا يظلم عنده أحد واحترم جعفراً والجمع الذي هاجر معه ومكنه من الإقامة الآمنة في بلاد الحبشة فهذا دليل إضافي على جواز أن يقيم المسلم أو المسلمة في بلاد غير إسلامية طالما أنهم أحرار وأنهم لا يظلمون وأنهم يحفظون دينهم وحرماتهم وكرمتهم والله وليه التوفيق نور الله عليك شيخ نور على هذه الإضافة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله تعطي نبذة مهمة في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بطباع الدول فكون أن يصف ملك الحبشة بهذا الوصف أنه ملك صالح وأنه لا يظلم عنده أحد على معرفة عليه الصلاة والسلام بالغساسنة بالأكاسرة بالظوم فاختار من بين تلك الدول القائمة دولة الحبشة فهذا انفتاح لمعرفة العالم وطبيعة الدول في فقه النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية في الهجرة أن عثمان رضي الله عنه رضاه معه واحدة ابنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت معه وهذا الدليل على التضحية العظيمة وأن أول من يضحي أقرب الناس للقائد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وجعف أيضا بحكم القرابة وبالتالي بعض العلماء قالوا أنه ليس فقط المقصوب بها للهروب من الأذية والبلاء بل هو فتح آفاق جديدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع حماية المستضعفين الآخرين لأنه ممكن جعفر كان في حماية بي طالب يعني مثلا أيضا استمرارهم البقاء والدليل على ذلك أنهم استمروا في البقاء إلى ما بعد لحزاب جاءوا في خيبة يعني كان هناك توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء إلى سنوات متعددة لم يدل لهم بالمجيء مع أنه ليس في بداية الهجرة إلى المدينة دليل أن في مهام دعوية قاموا بها ومن أثار تلك الهجرة إلى يومنا هذا ملايين من البشر في الحبشة أيضا من الأشياء اللطيفة دفاع الملك الحبشة ودعوة عمرو بن العاص للدخول في الإسلام بل بعض الروايات تقول أنه كان لذلك الحوار أثر على عمرو بن العاص ومن الفرائد اللطيفة في علم الحديث رواية صحابي عن تابعي يعني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة في صلاة الغائب في المدينة هذه من الأشياء اللطيفة التي أيضا أم حبيبة لما تعرض بنت أبي سفيان ولما مات زوجها هناك وكانت محنة عظيمة مرت بها وهي سيدة من سيدات قريس ووالدها من بني أمية وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يضيفها ويخطبها من النجاش وترجع إلى المدينة بعد المحنة منها ففيها فوائد الهجرة متعددة ومتنوعة وإضافاتها إلى يومنا المعاصر كما قال الدكتور النور الدين ونجعل لبقية الأخوة يتمون شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذه القصة تحمل بين طياتها مجموعة من العبر بل والمبادئ والثوابت لهذا الدين العظيم من أهم هذه المبادئ إنصاف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للنجاش ووصفه رغم أنه يعني كان غير مسلم وصفه بأنه ملك عادل هذا الأمر الأول الأمر الثاني أيضا الصحابة الكرام الذين هم تربوا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أوفياء حدثت معركة بين النجاشي وبين ابن عمه الذي ابن عمه كان يريد أن يقضي على حكومة أو دولة نجاشي فالصحابة أبدوا استعدادهم قالوا نحن مستعدون لكن النجاشي قال لا ومع ذلك كما روت أم حبيبة قالوا والله إحنا مع ذلك ذهبنا معهم وسيدنا زبير كان معهم علمهم أملية كيف يعبرون عن طريق القرب يعني ما كانش يعرفون هذا علموهم وهذا دليل بأنه يعني إذا وجدت حروب أو مشاكل بين دولتين كافرتين فإن المسلم يميل إلى من هو العادل إلى من هو العدل إلى آخرها ويميل إلى ويطارد أو يحارب الظالم مهما كان فهذه حقيقة مبدأ أساسي من المبادئ ربما نستفيد من هذه القصة ما نحن في المجلس الأوروبي بالمناسبة رفعنا شعارا وهو الاندماج الإيجابي البعيد عن الإنعزال والبعيد عن الإنصهار يجتمع يعني يندمج أو تندمج الأقلية المسلمة مع الأكثرية غير المسلمة في القضايا العامة في حقوق الإنسان في كرامة الإنسان في كل ما يمكن أن يحقق الخير للأقلية المسلمة ولكن البعيد كل البعد عن الإنصهار وهذا يأخذ من ثبات الصحابة وجعفر سيدنا جعفر على هذه المبادئ العظيمة التي ذكروها لسيدنا لنجاشه الأمر الآخر حقيقة مسألة ما يحدث الآن عند بعض الجماعات المتشددة الكفر ملة واحدة هذا حقيقة يحتاج للتفصيل يعني الكفر ربما من جانب العقد لكن من جانب التعامل هناك فرق كبير ليسوا سواء يعني نص القرآن الكريم ليسوا سواء فهذا حقيقة تربية للأمة المسلمة بأنها لا تنظر نظرة واحدة إلى الدول الكافرة وإنما تقيس بمقدار المصالح وكذلك بمقدار المبادئ وكذلك بمقدار التعامل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السياسة الخارجية سياسة الخارجية للدولة الإسلامية تقوم على هذه النظرة الشاملة الواسعة في التعامل مع الآخرين كل بمقداره فإن كانت الدولة عادلة يمكن أن يكون أفضل ومع ذلك تبقى هذه العلاقات وأيضا هذه القصة تشير بالحقيقة إلى عالمية الإسلام وعدم تقيد الإسلام بالأرض فإذا ضيق علينا الخناق في مكان فأرض الله واسعة فهذا حقيقة دليل على أظمة الإسلام وهذا أيضا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا مثل ما قال الأخي الدكتور علي وحضرتكم أيضا كان يمكن لجعفر على سبيل المثال أن يبقى لأنه كان أبو طالب يستطيع أن يحمي جعفر ابنه فهذا حقيقة مهم جدا أن نستفيد من هذه الأمور وأن ننظر إلى هذه الأمور وفق الموازين الصحيحة أارك الله فيكم شيخنا محمد وكذلك لو تنضحنا التحاكم الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين يبدو أن الهجرة لها أثر بالغ في تربية النفوس وتكوينها واستقلال الشخصية ولذلك تحدث الشيخ علي في البداية عن هجرة بنا إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي وكذلك ما بعد هذا من هجرات الأنبياء هجرة يعقوب إسرائيل وبنيه إلى مصر إلى يوسف وكذلك هجرة موسى ببني إسرائيل من مصر إلى الشام وكذلك هجرة مريم إلى مصر ثم مرجوعها إلى الشام وكذلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرتين الحبشة تدخل في هذا النطاق ولذلك ذكر الله هذا الإخراج من الديار وأثره فإن الله تعالى يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنذى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وكذلك وكذلك فإن هذه الهجرة أيضا مقتضية لأن تكون في نطاق أوسع من الضرورة كثير من الناس يظن أن المسلمين إنما يهاجرون إلى بلاد الغرب أو إلى بلاد الكفر للضرورة فقط للحفاظ على الأرواح أو الحفاظ على الدين لكن واقعا الهجرة إلى الحبشة على الأقل بعض المهاجرين ليس مضطرا للهجرة إليها ولذلك رجعوا وكانت الهجرة الثانية واختلف العدد واختلف الأفراد فدل ذلك على أن الحاجية الكلية ينزل منزلة الضرورة وأن هذا الأمر أوسع من نطاق الضرورة لكن بالنظر إلى واقعنا نجد أن كثيرا من المسلمين إذا هاجروا إلى بلاد الكفر مع الأسف لا يختار لذلك بعث كمختير بعث الهجرة إلى الحبشة وإنما يهاجر الإنسان على حسب ما يتيسر له بكثير منهم لم يستوعب كثيرا من ضرورات دينه وأولوياته كثير منهم لم يستوعب حكامه وهو المختص به حتى يقيم شعائر دينه كثير منهم لم يكن يعرف كثيرا من تعبداته وعقائده الآن كثير منهم أيضا يتعرض لفتنة عظيمة في تربية الأولاد والتحاكم إلى محاكم الكفر وهذا واقع يعيشه المهاجرون إلى بلاد الغرب فكثير منهم تزعى منهم أولادهم بسلطة القانون وكثير من المهاجرين إذا تجاوزنا الجيل الأول ووصلنا إلى الجيل الثاني سنهدوا أن الردة بدأت فيهم ثم الجيل الثالث قل فيهم من بقي على الإسلام ثم الجيل الرابع لم يقف فيهم مسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت المسلمين على الحق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بارك الله فيكم جميعا السادة العلماء المشايخ على ما أضفتموه وجزاكم الله تعالى خير الجزاء ونصل إلى نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي اشتركوا في القناة شكرا